اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الغاضبة نتيجة تدمير مديريات البلديات البغداد وعدد من المحافظات بيوت ومناطق سكنية عشوائيا بنت بطريقة غير شرعية اضافة الى ازالة اسواق ومحال تجارية دون مراعاة للطبق الفقيرة ودون توفير البديل لهم فمثلا ببغداد وجهوا عدد من سكان منطقة الكسرة مناشدة الى رئيس الحكومة الحالي ان يتدخل لايقاف زالة منازلهم وراء تعاهد السابق بمراعاة الظروف المعيشية للكسبة والبائعين وكذلك بما يخص اللي يسكنون بالاراضي المتجاوز عليها وذلك للظروف الخاصة اللي اضطرت عديد من العراقين وهواية منهم ان يتخذون بعض الاماكنة اما محطة للسكن ولكسب العيش في الوقت ذاته فكانت هاي مطالبات ابناء الكسرة وين نتوجون ناس بغرقات نجاح ومحاطننا وين يطلنا بديل يطلنا تعويض وين نولي وين نتوجون جاي الحكومة مين جايين معرقين ناشد رئيس الوزراء ناشد رئيس الوزراء ناشد رئيس الوزراء هاي هي الصورة هي توضح وين نروح يا بله هاي عدنا معوقين وennحنا مقبلين على شتاء ومقبلين على مدارس راح تجيني زيان وين نروح ناشد رئيس الوزراء ناشد كمل ناشد وزير الدفاع وزير الدفاع يا وزير الدفاع احنا التبوح هاي بحيحنا وين نروح حماد شاع السوداني هو ناشد وزير الدفاع يعني هالي لا امب لا اهب لا مارة لا احنا نساكن هنا وحالي سديل وين نتوجه هنا أو الدفوع يومية جاهب للشاف والله ومهددنا ننطقهم الفلوس وننطقهم الفلوس عن شي سبب الفلوس؟ أنا قاعدين هنا أحنا عوائلنا ونروح 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 ونطوجهنا هنا عوائل ونصم عوقين ونروح نحن رياضين ونريد الروح تريدون الحرف على غيره يموت لأن حتى على الملعب لحكتوني ملعب يشي ملعب زوينا بلاش مجانب الجو لحقونا وجوه على بيوت مالفقرة وين نروح بعد؟ الله أكبر شوفوا خلونا نكون واقعين نحن مو مع التجاوز بالتأكيد كل أبناء شعب العراقي ضد التجاوز بس التجاوز من السياسي وغير السياسي نحن ضده التجاوز من الحزب والمواطن نحن ضده لما نريد أن تطلع الناس من مناطقها وروح على شط الفرات بمحافظة الذقار وشي المقر الأحزاب السياسية أو الكتل السياسية المتجاوزة ساعتها الشعب راح يسكت رقم اثنيا أنطي بديل لهؤلاء الناس اللي عاشتوا أنت تقول أنا أعرف الظروف اللي خلتهم يعيشون بهذه الصورة أو اللي خلتهم يتخنون هذا الإجراء أو هذا المنحة أنه يطبون إلى تجاوز أنطي بديل صووا بوضعهم وراها روح أهدم لبيوت براحتك ثلاثة لما ننبني بيت بالعراق سكنا نتذكر اللي يريد أن يعمر بيت البلدية تجي تدق الباب ألف مرة الرمل بالشارع يضايق الناس الطابوق السمنت إيجاد سوي عندك إجازة لو ما عندك إجازة زين ذني الأمور ما كوا بالعراق اليوم البلدية شنو دورها تعال أنت يا محمد الشياع السوداني ألذم مديريات البلدية اللي موجودة عندك حاسبها على تقصيرها لما انقصرت في بناء هذه المساكن بالبداية وما حاولت تساعد الناس في تصويب الوضع بحيث الناس ما تبني ببيوت تجاوز وتخسر فلوسها بهذه البيوت وتعيش بها سنين وراها تيجي أنت وتقول أفلش لكم ببيوتكم الرقم أربعة والأهم خلصت مشاكل العراق كلها وعندنا بس التجاوز حليت كل شي ففكر بعض الكلام طبعا أزمة السكندة الضخم يوم على يوم بالعراق ويزيادة عدد الأحياء العشوائية اللي تنبني على هامش المحافظات والمناطق خصوصا المحافظات الجنوبية السلطات الحكومية اليوم أقدمت على هدم منازل قضاء الزبير بالبصرة بذريعات التجاوز أبناء قضاء الزبير نددوا بهذه الخطوة اعتبروها محاولة إلى تشريدهم من قبل الحكومة متراع أي اعتبار إلى وضعهم مصادر محلية أكدت أنه ثلاثة من أبناء الزبير أصيبوا بإطلاق ناري نتيجة حدوث مصادمات بين القوات الحكومية وعدد من المواطنين اللي رفضوا إزالة منازمهم ورما استخدمت القوى المكلفة بتنفيذ حملة التجاوز الرصاص الحي ضد المواطنين بشكل كثيف خلالنا نشوف ترجمة نانسي قنقر بشكل كبár ترجمة نانسي قنقر 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 والدوائر الحكومية المواطن من يطوب عليها يكون سعيد جداً لأن المعاملة مات بس يدوس دق ما يحتاج المعاملة ويقعد على الكرسي والموظف يجي ليهما يكمل له معاملته ويقول له تفضل أصلاً في بعض المحافظات المواطن ما يروح للدوائر يشيل التليفون ويخابر الدائرة المعنية يدزول لجنة للبيت نحلت كل مشاكلنا ظلت بس هاي المشكلة أرجع وأقول منه المستفيد منه اللي يريد هاي القاع منه اللي يريد هاي المناطق اللي مبنى التجاوز لأن أكواية أراضي يتجاوزوا عليها المتنفذين مدى تحشون بيها الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت مرتضى البصراوي يقول شنو ذنب العالم وين تروح الله يكون ابعونهم نزار البصراوي حكومة حارب الفقير وتحمي الفاسدين حسن الأسدي قادرين بس على الفقراء والحاج أبو عبدالله وين الدستور اللي كفل حق السكن وهذا كان سؤال مشروع حق السكن وين عمران من بغداد حياك الله يا عمران عمران السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك علي من النجف علي له عمران تفضل أبو حسين علي من النجف حياك الله علي نعم أنا لدي مشكلة اتعرضي لسرقة بالألسين وواحد وعشرين زيان السرقة من قبل مختار المنطقة وحسب طول الأمن الوطني المختار والأمن الوطني حلو زيان فشانت أكو دعوة قضية على البيت اللي جيراني اللي صفي يعني كنت ما موجود بالبيت نعم فهم جايين جايين بالليل بتلاف الفجر طرعين على البيت هذا طابين على بيتي نعم كاسرين الأقفال فاتحين البيت جسد اللي قلت البيت مقلوب فوق جوا زيان فرحت عالمختار قالوا المنطقة قالوا ياب المختار ويا قلت ما دام هيش خلنا رو على المختار أشوف شن الساك فرحت عالمختار زيان يابا مختارنا أنا علي دعوة علي شي قال لا أخش ما عليك يابا يشي شي قالها بالغلط شنو بالغلط جن بالغلط مختارنا بلاز محمليك بالغلط أنا غراض مسروقة مبلغ خمسة مليون وبندقية مات سبيل بيتي عدي ومبايلات ثلاثة ماكو قال لا احنا ما خرق امن واذا واذا تقيم قلت لات انا خوش خلنا قيم دعوة قال اذا تقول اتقيم دعوة انه هاي الضباط بالامن الوطني يتصل على احد هو واحد ويا ضابط هو قال هذا ضابط لانه يتصل بي سمعني صوته قال لا اذا رحيت احنا نسوي نقول هذا يتان مجموعه والمخدرات بيسه وننببه بجوه لحظة 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 علاوي علاوي حبيب قلبي بس لحظة بداية المختار قال لك بالغلط طب بين البيتك نعم شنو هو عند اسئلة ما الامتحان وجاوب عليها بالغلط يعني اردفتهم شنو بالغلط زين بالغلط يعني اللي كسرتوه والبيبان ما عمروه اليك ولا واحد وصل ولا اجاني يعني ولا حقان رحت له اخر شي راح قال لي انا اقدم دعوة تهديد عليك تتهددني انت تتهدد يعني انت المتضرر يعني بالضبط نفذوا عليك المثل المصري ما ضربني وبكى وسبقني واشتكى اه فراحت قال لي قلت لي يا ابا سون هذا الحد يصير يعني انا متسرق بيتي انا لا علي دعوة لا عندي شي ديش طاب واذا هو يعرفني حق المعرفة المختار يعرفني انت البيت بالضبط والمفروض منو يا قالاني يا جماعة ضباط في الامن الوطنية واحنا متفقين بس تسوي لك شغلة اروح انتين دعوة عليك وانا مختار والدولة تسمحك المختار تصدق بي وانت كل حشايا ما اليك وانذبه في جوه انت بها قضاء بالنجف ما ريدك تطيني المحل لحتى ما يعرف المختار اريد القضاء بالكوفة بالكوفة تمام 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 ما ردي ما ردي اذوك يعني لا سبق قلت لك القضاء بس ها فوقها يعني شي لك وهذا المبلغ اشتغل عمالة الله شاهد وهذا المبلغ جماعة تشترى عروسة تجاوز وبيت اخلص مني اليجار وبسببهم اني لحت هذا اليوم باليجار قاعد يعني يعني فوقها شي لك من منطقتك هم يعني اي والله العظيم عبت المنطقة كلها تمام تمام وصلت رسالتك اخ علي شكرا لك وربي ربي فوق ضيقتك يا رب عيني عبدالامير الشمري بلا زحمة الزم جماعتك زين شوية بس ما لي طبون بيوت الناس والله بالغلط يعني ماذا افتهم شن الموضوع يعني مثلا الثاني اسوق سيارة وامش بالشارع ودعم بالسيارات وقلهم بالغلط مثلا اني اروح للبيت والزم مصيادة مع عصافير وصجم وكسر بجامج جيران وقلهم والله بالغلط مثلا اني يعني قاعد على السطح واشعل شخاط واشمر على الجوارين وحرق بيوتهم وقلهم بالغلط شنو بالغلط صدق صدق عيني مختار مختار حيث باطع عيشتها شنو بالغلط انت ما رحت على واحد وقلت له مطلوب نسألك الشم سؤال ولا رحت على واحد وتعاركت ويا ولا رحت على واحد وطلبت ما عنده شغلة وما رجعت لهيا ولا رحت على واحد وقلت له انت ما اخذ ما عنده شي لان انت ناسي انت طاب بيت عالم حبيب قلبي وكسر باب وعابثين بالمحتويات بالغلط صلوات بلد القانون ما شاء الله عليه عطوان من بغداد حياك الله الله يساعدك سيد رفل شونك شون سحتيك على بيك يا الغال الله يسلم الله يسلم رحم الله امك وابك يرحم واجه اليوم رحت للدار بحفظ القانون نعم يداوم حفظ القانون بحلاو الحلة مواجهة التجار نعم بحفظ القانون نعم 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 في الداخلية. نا. طبيت يعني قلت لهم من خبر اه لوارة شون من داخلية قلنا عليكم. نا. وطبقوني جوة. طبقوني جوة. نا. نا. طبقنا معلوماتي كامل اسمي واسم امي وجنسية السلسخوها. ووراها شنو النتيجة يعني اما اخذها وهاي واشقل له لك النتيجة شنو? قل له روحي حانا نخابرك. بحفظ القانون هو. تمام. يعني مضبوط. علي اه بكر حليق قادر. نعم. يشتغل يوم سائق حميز يرحم امي قبوك. تمام 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 تدلل تدلل عمي عطوان تدلل. اه قضية عمي عطوان تعرفوها الفيديو اللي طلعناه الملازم في اه الداخلية اللي يطاكم اسماع علي بكر علي قادر واللي يشتغل سائق يم عميد بي اه شؤون القانونية او يم حفظ القانون واللي راح لهم اليوم وقلوا له اروح وحنا نخابرك. ابرت بنج يعني مثلا. سلام عليكم شؤون حفظ القانون. بكربلة العتبتين العباسية والحسينية بعدها تحاول ان اتهجر اكثر من اه اه الف عائلة وتجرف بساتين ومزارع بمنطقة الدواجن بمشهد ثاني يعزز من سطوة المرجعية السياسية والاقتصادية اللي تم وصفها انه هي دولة موازية بالمقابل سكان منطقة الدواجن وغالبيتهم من اصحاب الاراضي والمزارعين اللي يسعون او تسعى العتبات الدينية تتبع المرجعية النجف ان اتهجرهم بعدهم ينظمون تظاهرات الرافضة لهاي الممارسات وشهدت منطقة الدواجن انتشار امني كثيف لقوات مكافحة الشغل وعناصر من ميليشيات تابعة للعتبات ونرزت لقطات متداولة هجوم هذه القوات على مركبات حمل تابعة الى مزارعين وفلاحين من ابناء المنطقة وفلش الجامع سيارات من قبل قوات يرتدي اغلبهم اللثام والاقنع السوداء ردا على تظاهراتهم المنددة بسياسة العتبات الدينية خلونا نشوف الفيديو اللي انتشار على المواقع التواصل اجتماعي موسيقى موسيقى الدستور الذي كفل حق التظاهر السلمي ما قالكم فلش وجامات السيارات فحامي الدستور أقولكم رئيس الجمهورية شي اسمه ده ننساه مدى يطلع مهو واحدة من وظائف أن يحمي قوانين الدستور أيني رشيد الله يساعدك لو لما انصرت رئيس جمهورية بس جنت بستعجل الطب للقصر وراء ما تم تداول هاي اللقطات بشكل واسع أجمعوا العراقين على أن مرجعية النجف صارت تتمثل دولة متكاملة بأموالها وقواتها القتالية بداخل الدولة العراقية وما يمكن أن تخضع للمحاسبة المالية ولقوانين الدولة ولسلطتها وورا الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ما سلمت لا المصانع العراقية ولا الأراضي الزراعية من سيطرة الأحزاب والميليشيات المتنفذة ورما استحوذت على أراضي المصانع واستملكتها بصورة غير قانونية وكان للعتبتين الدور المماثل لما أقدمت عليه من الأحزاب والمكاتب الميليشيات الاقتصادية وتتذكرون اللي صار المصنع تعليب كربلاء اللي استحوذت عليه العتبة بوقتها وبنفس السياق أكدت مصادر محلية من منطقة الدواجن تعرض 20 مواطن من أبناء المنطقة للاعتقال ورى مشاركتهم التظاهرات نددت بمرجعية النجف وعتباتها الدينية هذا التصوير ما البيتي طبوس لاب عبد المهدي الكربلائي هذا الخوش إنسان وكسره وما خلوا شي وهددونا قالوا وطوها العبد المهدي للعتبة القاع هذا البيت دول جماعة عبد المهدي وهذا التصوير والظاهر شني يعني وطلع وقال آني ما أريد هذا الشي ما أحد يقدر يحاسب المواطن لأنه رفض شي هذا علي الموسى ويقول آني كسروا إيدي وأخذوا تليفوناتي أثير أحمد أكو أكثر من هذا الإدلال هاني الدليمي هاي سوالف أسيادهم إيران حتى يستملكوهن أبو علي الخفاجي يقول هذا اتفاق الحشد ويالعتبة يطردون العالم من أراضيهم وتستغلها العتبة بالأموال والحشد في الآليح أدهم والفقير يطب مرض هو هذا حكم الفقير بالعراق فشانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع من كربلة أبو قاسم حياك الله يا أبو قاسم هذا بيك بيك أكثر أخويا أنا ما شروط العتبة هاي نعم بتحجير نعم بلغونا بالتحجير من الأراضينا ليش وحالة البارحة ساعة بثلاثة طلعوا إزلامنا الشياء بالإخبار المعنين طلعوهم من العوائلهم طلعوا منزحوهم نعم واحتقلوهم بالعشر مصرات ما ثمانيا يساعة بثلاثة من الليل أكو دولة هيشي أكو عتبة الطب الطب على عوائل العائلة عائلتة للبيئة الطبعية طلع العوائل أبو قاسم أبو قاسم قياعينكم ذني إش قصار لكم بيها إش قصار لكم باي القياعين والله من النظام ذاك السابق لحد العام بيهن أكيد للملوك من الواقع التسعين بيهن اللي ملوك وبيهن اللي الفلاح يفلحه ويستفاد منها صح له غلط إيه شارع تازع عندنا بيها عقود ثانوي عقود ثانوي حتى الآن هتب بيها أكيد عندنا عقود ثانوي باك الوقت فردان طيب إذا بيها عقود بأي حق العتبتين تجي تقول إنه هاي القياعين ماتي تعالوا طلعوا منها أطلعوا من أدو لمخربانا وحايا احتمال أي هارنا ها سيردون من توقيع توقعتنا هذا المجاعة لا يعني زين شو تريد من أدو يعني معرفتوا ليش تريد قياعينكم تقبلوا هم يردون من الزراعة طيب شيردون من قياعيكم شيردون يسوون بيها مشاريعهم علوم هم يسوون ثروة حيوانية حنطة ويزرعون مشاريع للأتبة الشركات إيرانية مال البان مال أي شيء هم يستغلون بيها ويهن الفلاح هم أنا المسكين هذا متعادين ويهن الفلاح المسكين هذا طيب إحنا الفيديوهات طلعناها بما بين تكسير جام السيارات ما في الآليح ما بين اعتداء على منازل مزارعين كسروا جام كسروا دي الشباب هاي كسروا دي هاي زين معنا أكو اعتقال أكو ناس اعتقلوهم اعتقلوهم هم قلتك ساعة ثلاثة بحر من الليل جام الصحبون المفراكة يخون وين ودوهم ما حدا عرفهم وين خلوهم مالي ما حدا ما عرفناهم وين خلوهم مالي ما حد يواجه أصر ولا واحد يحتي كم واحد بالله اعتقلوهم من منطقتكم أبو قاسم اسماء عدوهم يعدين في عشر نفرات أخذوهم بمثمانية من عدوهم واليوم ماي مالي الشغب أخذوهم بخمسة عشرين نفر يعني تقريبا ثلاثة وعشرين واحد لا ما حد الآن هم التهديدات المستمرة ويا للعتبرة أولا لا حكومة حاسينة لا استعدنا لا رئيس وزراءة لا وزير لا محافظ أصلا محافظة ساعة ثلاثة الناس نا ايه مخلي نوع على 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 ناس ناس عيد الخمسة علاف نسنع أنا بيها على المزارعين تمام تمام وصلت وصلت أبو قاسم وإن شاء الله إن شاء الله يسمعوكم وإن شاء الله يا ربي واحد يجي وينخل هاي الناس شكرا إلك أبو قاسم عيني محمد الشاع السوداني عيني وزير العدل عيني اللجنة القانونية في البرلمان محمد الحلبوسي القضاء وفايق زيدان كلكم أريد أن أقول لكم معاناة منطقة الدواجن محافظة كربلة واللي يملكون عقود والعقود صار لها أكثر من عشرين وثلاثين سنة بأي حق يجي واحد يطلع من مكانه اللي هو استثمره وعاش به وكبره واستفاد من عندها هاي السنين كلها عادل من الأنبار حياك الله عليكم السلام هلا بيك يا أخويا عليكم السلام ورحمة الله شوانك أخويا شوانك تحتك هلا بيك يا الغالي أنا حرمد شغلة معاملة الهجرة والمهجرين على المنفقة المدينة والمدينة نا جاي كل ما أصاب تقريب الشهر أراجعهم يوميا قلوا يباجع أروح عليهم واشر يقولوا يباجع وين وصلت بالمعاملة أخويا ها وين وصلت بالمعاملة المعاملة كاملة أنا قلت شنو لوحب عليهم أثير مرة قالوا لديك حدم تطابه حدم تطابه زيان جمت أراجعهم كل ما أراجعهم مثل عداله ويوم الأحد الأربعاء يدوم جماعة الضفاة الزكية أجل الأربعاء يقولوا يتعلح أجل الأحد يقولون الأربعاء وعلى أراجعهم أقول أنا من النسبة للأربعاء يقولوا نحن شركة أهلية ليس مهمة جماعة الزجرة والمهجرين وجمعها شركة أهلية وين قصر لك على الحال أخ عادل والله صارت قريبا شهر أكثر من شهر شهر وأسبوع آخر أنا من الثالث أعمل إلى حد الآن أستغل عن أ recaيس الماء أنا أحاول تماظ لأ أي والله تمام صغthree �� أس 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 أدًا لأ نعم نعم وصلت ما أحياء شكرا هاي واحدة من معاناة الناس هذا الروتين القاتل اللي موجود بالدوار الحكومي خمس أسابيع بس دي يسوي تطابق بس دي يتأكدون من معلومات خمس أسابيع الموظف ايش دي يسوي بها الخمس أسابيع هاي قاعد يحوك قاعد يبني بالغرفة مال مال مؤسسة شنو شنو قيمة الانتاجية للموظف اليوم اللي قعد خمس أسابيع بس دي يطابق له شوف العراق لوين وصل في زمن حكومات الاحتلال والميليشيات واللي بعض الناس تزعل لما نحجي هذا الحاجي شوف الموضوع بين تحكم التجار وفقدان حكومة سيطرة على أسعار المستلزمات المدرسية بسبب ارتفاعها بشكل كبير جدا جراء انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بصاية حكومة الإطار يتكرر المشهد بشكل سنوي بالعراق الضحية طبعا منه؟ أولياء الأمور أو الطلاب بأنفسهم فورا الاحتلال توقف الدعم الحكومي للطالب اللي كان يشمل سابقا الكتب والدفاتر والقرطاسية من أقلام وأصباغ وأدوات شرح ومستلزمات مدرسية أخرى اللي كانت كلها تقدم مجانا للطالب حتى بأحلك الظروف وخلال فترات الحصار الغاشم على العراق في تسعينيات القرن الماضي أما البلاد حاليا في زمن الديمقراطية بها الزحام بالمكتبات وأسواق بيع المستزمات المدرسية والقرطاسية والمكتبات ومتاجر الملابس والخياطين وتتكرر شكوى العراقيين من الأسعار الغير معقولة من اللي يسموه ابتزاز التجار لأولياء الأمور واللي يعتبروه ابتزاز واضح اللي هم مع تغاضي الحكومة عن هذا الشيء خلونا نسمع شهادة أحد أولياء أمور الطلبة عن التكاليف الباهضة والأعباء المالية الشبيرة اللي تتحملها الأسرة العراقية حتى توفر مستلزمات المدرسة للطالب جديد وزير التربية نحن اليوم بداية العامة الدراسة الجديدة قاعد كل شي نشتريه من السوق السوداء هاي السجلات أبو المية اليوم موجودة بالسوق بالفين أونس السجل هذا أبو الميتين بربع تالاف أونس هاي حتى كراسة الرسلية منشتريه يشوف هاي بعلف أونس هاي القرطاسية نشتريها نشترى علماً إن الكتب الكتب احنا ناخذها من المدرسة نستنسخها ونرجحها إلهم هاي الرسالة أرجو أن توصل للسيد محمد الشياء السودان وإلى وزير التربية أنت وزير التربية علينا الكتب نستنسخها استنسخها القرطاسية والسجلات والدفاتر نشتريها نشترى علماً إنه الكتب اللي نستنسخها نستنسخ الكتاب الواحد بخمسة وعشرين ما أدري إلنا سبع كتب ثمان كتب نستنسخ الكتاب الواحد بخمسة وعشرين أنا بسر دفتهم وزارة وبنايات وموظفين وتاخدون حصة من الميزانية شنه اللي يمسوينا أنتم يعني شنه أنا بسر دفتهم أنت وصفتك وزير تربية مثلا شنه تبيع جيقاير ماستر أنا أردفتهم هال هسه عمي صدام حسين اللي أنتم هسه اللي جيتونا بهذا الوقيت وما خلموا بقطب عن صدام حسين ما سواها يشهد الله بزمن صدام حسين لا يشترينا دفتر ولا استنسخنا كتاب الكتب المدرسية الطالب يروح يأخذها من المدرسة يروح يستنسخها ويرجعها بس أردس السؤال عيني وزير التربية وزير التعليم العالي إبراهيم النامس حبيب قلبي مثنسة مرائي قدم عقد ما أدري بزمن يا حكومة بس العقد ما أدريش كذا مليون دولار أن يبني مطبع علما أنه العراق كانت بمطابع ودار الحرية للطباعة كانت هي المسؤولة عن طبع المناهج المدرسية وفي بعض الكتب كانت تطبع في الخارج لكن أكو مطبع أسسها مثنسها مرائي حتى يطبعون بها كتب إلى وزارة التربية والتعليم العالي هاي المطبع همين مشروع وهمي وملايين لغفات طبعاً تضاف إلى هاي الرسوم التكاليف الباهضة للرسوم المالية على الكتب اللي يحتاجها الطالب بسبب أنه الطالب العراقي اليوم يحتاج إلى كتب والكتب اللي تسلمها الوزارة رديئة رداءة الكتب المدرسية الموزعة اللي على الطالب ما تكون صالحة للقراءة بظل تقصير واضح الوزارة التربية بتوفير الكتب للطلاب وتغاضيها عن تسريب هاي الكتب للسوق السوداء وبيعها بأسعار مرتفعة جداً المؤسسة التعليمية العراقية اليوم تعاني خاصة خلال السنوات الأخيرة من تراجع شبير بمستوى أدائها بسبب الإنعكاسات السياسية عليها واللي ظهرت آثارها جلية بالنقصة الشبير بتجهيز الكتب الدراسية لهاي السنة الدراسية الجديدة اللي بلشت من شم يوم تعالوا نشوف بعد النص صبح نكيف ورايح يستلم كتب وعساس ومتونس وسنة جديدة عام 2023 شوف رايا على انجليز هاي الغراء اعتقدها صالة لخمس سنين ضامين والمغزن مع الأسف على تربية صلاح الدين وهاي كتاب القراءة للصفة التالية يعني الطالب أول ما داهم انطوا هاي الكتاب القراءة وبهاي الصيغة ويردوا يدرس ويشتهد وينجح هاي القراءة الشون راح يقرأ بيها الطالب طاية وهو صف ثالث ابتدائي وتعرفون صف الثالث ابتدائي ينراد لكتب نظيفة وجديدة حتى يكون الى واهس ويقرأ وينجح ويتفور اذا هاي الكتاب بي تصيغة يجي شون راح يقرأ السلم السلم قلتونا محلول شون هذا يفتن بلا بروحة بيها شو الله سوالف لي السلم هذا اول بدأوا الصوت شوف مباذا الفيديو بالفيديو القبل لما نطلع كتاب القراءة اذا لاحظتوا الورقة الاولى مشققة وبعض النص مالتها ضايع يعني الطالب من يمتحن ويجي لستاذي سئلة عن هاي الورقة بالذات تذكرون تليفونات النوكي اول ما نزلت بالأربعة الفين وخمسة لما ندس بها مسيج طويل تجيك اول ثلاثة الصور وراها مكتوب جزء من النص مفقود فمثلا الطالب هنا ايش يكتب للاستاذ يكتب لقراءة وراه يكتب لعفوا استاذ جزء من النص مفقود بالحصار بالحصار اللي الولايات المتحدة الامريكية منعت عن العراقي استورط قلم رصاص كانت اكو لجنة بالوزارة لما الطلاب يتخرجون ويطلعون من سنة الى سنة ويرجعون الكتب للإدارة اكو لجنة تابع وانا داعش عن علم ما داعش عن سماء انا علم اتتابع الكتب وتفحص الكتب وتشوف ياهو المشقق وياهو اللأ والمشقق ينتلف ويتعوض بجديد بالحصار قام العراقي استرجع الكتب اما قبل فنوا بالنايلون بس في زمن الديمقراطية هاي كتبنا فتخيلوا طلابنا شون راح يطلعون علماء ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع اول تعليق موجود يانا من صدام مطب الجبور يقول البارحة رحلات مطبوعة عليها وزارة التربية تنباع تحت جسر المثنى السلم عدنان خلف اتمنى اعرف وزير التربية شن شغلة والله دمروا هالبلد مني صير وزير يضربوا حادية ابو ساهر القرنوس احنا ما يصير لنا شارة المسؤولين تعلموا على السرقة وحسين منصور والله انا مشتري لبني باربعين الف منهج كامل ما الثالث متوسط لان المدرسة تقول ما عندنا كتب حسبنا الله ونعم الوكيل وكم طالب وطالب واللي عنده اربعة وخمسة يشتري لهم بمئتين الف كتب هاي هاي حال مدارسنا العراق العراقيين من 33 سنة من بدل حصار بشهر تسعة الف وتسعمية وتسعين على العراق بلش العراق يوزع البطاقة التموينية اللي اعتمد العراق بواعد تسعين لمواجهة الحصار الظالم هذا المشروع حظى بإشادة منظمات وخبراء اقتصاديين بفضل قدرته على درء المجاعة عن العراق بظل الحصار الغاشم اللي كان من المفترض أن يعيش العراق بمجاعة ولكن اليوم يشهد خلل بإدارته وتراجع بكمية المواد الممنوعة للمستفيدين من البطاقة بالحصار وصلت في بعض المرات 16 مادة اليوم 5 أو 6 إضافة إلى توزيع مفردات غير صالحة للاستهلاك البشري على الرغم من أهمية تفعيل أنظمة الحكمة الإلكترونية للحد من نسب الفساد اقتصادين أكدوا تأخروا العراق بهذا العمل وأن الإجراءات المتبعة للعمل بالبطاقة قديمة جدا ومتعبة أحد مواطني النجف رح يحكي لكم أنه كوائي ناس ما استلمت بسبب خلل بالنظام تعالوا وشوف موضوع جدا يخص المواطن وقوة المواطن بنفس الوقت موضوع هذه البطاقة اللي يشوفونها الكترونية اللي يخص وزارة التجار طبعا نحن استفشرنا خير وقالنا يا الله الحمد لله وشكر نصال برنامج الكتروني وقالنا الله الحمد لله لأمور شفاء الكترونية والمواطن رح ياخذ حق قيادة خير وبركة الحمد لله وشكر لكن شر البنية ما يخط الموضوع اليوم احنا جئنا نتجول بناحية القادسية وتحدينا مع الأخوة الوكلاء لكن المشكلة اللي يصارة شنية الطحين اليوم جاء لكن الوكيل ما يرضى ينطل الحصة للناس السبب شنوه ياب البرنامج ياب البرنامج من اللي خاص به الوكيل لا خاص بوزارة التجارة زين المواطن شري ذنبل الوكيل شري ذنبل لما نخل الحصة ومتحمل مسؤوليتهم زين انت لما قعدت رحل القرار بوزارة التجارة وطلعت لنا هذه البطاقة واستبشرنا بيها خير زين إلامته هذا الضحك على المواطن قاعدوا يضحكون بي هذا يعاني حقيقة يعني اعتبروا الضحك ليش لأنه الطحين يمصالها تقريبا سبع تيام موجود لكن المواطن عايش بذلة يروح للوكيل قال ورأة ماكو برنامج يرجع ماكو برنامج هذه شيء لا يوجد برنامج يعني تضحك بالموضوع هي وحدة من العتل يأما تحدثوها وطلقوها وكل المواطن يأخذ حصة والله محمد وعليه بهذه الطريقة الأمور لا يعني حقيقة راح تخرج عن السيطرة والآن الناس منغومة الله يشهدوا رسوله والناس تعبانا في نفس الوقت يعني الناس يجيب كلها مع تضخين لاعتها وجبة والله منتظرنا برنامج البرنامج شفنا هواية فيديووات عن مواد توزعت وفازة تعالوا نشوف التمن اللي توزع بهذا الشهر بطاقة تموينية والتحديث البطاقة ولازم يحضرون العائلة كلهم المعرض بغداد الدولي ويحطون كراوي تاكسي ألم ونستلم هذا التمن المدود وزير التجارة يا ريت لو تشرحنه طريقة طبخة شلو أن نستعمله ويالدود لغبالدود 16 20 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 ما تم تحضر مخزون مخزون بهاي بالحصار استخدمه طريقة جفر بالقاع ومواد كيمياوية مدائر الحفر حتى ما يدود وبالديمقراطية دود ناس لما شافتها الفيديوهات علقت فراس صدام يقول من الوزارة للوكيل الحرامية عبد الرحمن يقول إذا كان النظام فاسد سوف يفشل أي إجراء يقوم به فريد نور الله يقول وزارة التجارة تدخل ضمن الفساد الإداري والمالي بالمواد الرديئة جداً وعلي رضا الكعبي ترى ما سلمنا تمن بيحض حشا نعمة الله من هاي الوزارة التعبانة وزارة فاسدة يتلعبون ويبدلون بأرزاق الناس بشاهدين كرام السرقة في المصارف العراقية قضية مهمة جداً وأيضاً لازم أنه احنا نفكر بيها ولهذا السبب قسم التواصل الاجتماعي ركزلنا على هاي النقطة بهذا الإنفوغرافيك بالمصارف الأهلية بالعراق ومشاكلها خلونا نشوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ووزير النقل السابق قادي عامري ورئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي وعدد آخر من المسؤولين العراقين الويل لكم يا خوانة العراق نور ما ضاع حق وراءه مطالب كاف يتبعون بأراضينا أساسة الصدفة الياور قبل الحديث عن ملكية الخور أعدموا عدمي شرف من السياسين الذين قبلوا الرشاوي من قبل الكويت ليتنازلوا عن الخور للكويت ويوقعون اتفاقيات التنازل نور المسوي من المصيبة أن من يتفاوض مع الكويت يحمل جنسيات مختلفة ومنها الكويتية أي لجنة هذه أين الشرفاء والحارصين على سيادة العراق هذه التغرئيدة أو هذا التعليق والتعليقات القبلها وهي تعليقات أخرى على برنامج اكس على هاشتاغ خور عبد الله عراقي كان هذا كل ما موجود يانا في حلقة صوتكم لهذا المساء رسائل الواتساب مع الأسف اليوم ما أجتني ولا رسالة من قبل أخوان عدى عطوان دزلنا القرار مات على الواتساب وتدلل عمي عطوان نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم مباشر الجمعة بإذن الله انتظروني في أمان الله اشتركوا في القناة